خوتي مغربة السلام عليكم اليوم 17 نوفمبر 2023 جمعة مباركة الله رحم جميع الأموات دينا ويشافي المرضى إن شاء الله اليوم شهرين ونص ولداتنا ما كيقرأوش ولدات اللي كيقرأو في التعليم العمومي شهرين ونص واحد شريحة من الشعب المغربين لقيدات ولادها وعندها القدرة باش قيد ولادها في التعليم الخصوصي كيقرأوا امتحانات ومواضبين على الدراسة والأمور ديالهم غادية غير هذه بوحدة جريمة في حق الشعب المغربي اللي ما عندوش راه ما كيقرأوش ولادو اللي عندو ولادو كيقرأو هذا واحد الجانب أرى أنه التمن الجماعي ديال هاد القدية كتعرفوش حال ديال الأسر بالآلاف ولا نقول لك الملايين ديال الأسر اللي كتلقى الراجل الخدام والمرأة خدامة وكيدو ولدهم والأولادهم في الصباح المدرسة ويرجعون وراهم في العشية ولا في الثناش مهم كي نضموا البرنامج جيالهم لما الوليدات ما كيقرأوش خاس شكون غدي بقى معاهم في المدرسة ولا في الدار سمحولي وهذه الساعية إما كتلقى الأم ما بقىش خدامة وقلسات مع أولادها وللأب كيقدروا يديروا شي حاجة المهم راه واحد ضريبة اجتماعية قدش ناية ديال هاد البلوكاج اللي كي يندابه في المغرب الموصيبة الأخرى هو هاد الحكومة هادي المنحوسة الفاشلة هاد النظام الأساسي لكي تكلموا عليه دابا واش مكنش يمكن لي يديروه في شهر ستا باش يتناقشو ويداكرو ويدجابدو ويديرو اللي يعجبوهم في شهر سبعة وشهر ثمانية وشهر آخر شهر ثمانية لأمور مقادة لا خلا وهو مثل شهر تسعود عاد مخرجين النظام الأساسي وعاد كي يقول لك الله النقابات وعاد أشهد الهبال اللي عنا في المغرب أشهد المصيبة هادي كتعرفون لأسبوع الشيقين يضراب عوتاني ديال الأساتيدة كاين يضراب وحد أخر ديال الأساتيدة وعوتاني وليدات ما غاديش يقراو في النفس الوقت اللي التعليم الخصوصي ختام وغاديين ودراري وما كي لا غياب ما كي نوالو كل شي مقاد واش كتعرفوا أن تمانين ألف مغربي هادو إحصائيات تمانين ألف مغربي هزو ولادهم ومشاود دوهم للتعليم الخصوصي كاي اللي اخدا كريدي كاي اللي تسلف من عند عائلته كلها حتى شنو دار وغزو ولاداتهم وحيدو يمكن من الكرة ولا شوش غادي يطرى باش يعتقوش كين متعتق فوليداتهم أرى أن اللي ما عندوش أرى أن العالم القراوي مساكن دوك الجبال البوادي القرى عشنو غايدرو دوك الوليدات كاملين هما مزع طرى عليهم مزع طرى عليهم أنتو ما كتشوفوا البوادي والقرى اللي كان نزور الوليدات كي قرى الابتدائي من بعد الابتدائي خصو يمشي الداخلية في شي بلاصة وكيني العائلات اللي ما كيقدروش يصفتو أولادهم الداخلية باش يقرأ التانوي ولكي كي يضحيو بحل ذاك الفيلتر ومن يكي يمشيو التانوي من تم كيمشيو العالم الشغل صافي كيرجعو للدوار ورشنا هو من القرى يحبسوها البنات هادو قاعدوا عليهم كالآباء اللي ما كيقدروش يصفتو ابناتهم الداخلية كتزي كتقرأ حتى الابتدائي ومن الابتدائي كتحبس من القرية 16 العام كتجوج وصافي وكتبدا تبيض وهانتو مغادي واش هدي هدي حياتي ونزيدو هذا براجعو للتعليم عرفتو شنو استفزني من غير هاد الحكومة الفاشلة وهذا هو كين واحد الموقع إلكتروني إخباري يقال أنه تابع للإمارات العربية المتحدة ورأس ماله كله إماراتي تقريبا يعني الإمارات شرات موقع عنا في المغرب هاد الموقع كيدير واحد المقال وشوفوا معايا وكي عنونه بإسقاط النظام بالتعليم إسقاط النظام بالتعليم عنا في المغرب يعني كي نشيجيها لدفع هاد التعليم وهاد البلوكاج وهاد الصداع يكون من أجل إسقاط النظام الملكي وشوفوا انتم شوفوا العبال نسولوا الأساتيدة كلهم يعني إلا كان عنا مئة ألف أستاذ هاد مئة ألف أستاذ نرجع لرئيس الحكومة الماصون رئيس الحكومة عزيز أخي النوش إلا عنا واحد المئة ألف أستاذ في ستوك رئيس حكومة وعرف كتر منه أردهم بحل السلعة أردهم بحل الكراطن شحل عنا في ستوك دي الأساتيدة عنا واحد المئة ألف وقد ندخل عشرين ألف في العام يوه نقص نقص من الستوك ما عناش البلصة بزيف شو ما عليه المهم خصي غير على هدي خصي قدم اعتدار الأساتيدة تصوروا نجمعوا هاد مئة ألف أستاذ ولا مئتين ألف أستاذ ولا حتى مليون أستاذ ونقولوا لهم النظام المالكي غادي يطلقاهم هما اللولين حمات هاد النظام وحمات هاد الوطان وحمات كيفاش كيدخلوا وحدين وكيديروا ما قال في هاد الظرفية هاد يسقاط النظام بالتعليم وكيف هادك المقال كيجبدو كيقولو بأنه في 65 راه الاتحاد الشراكي كان جند الناس دي ولو على التعليم والمعلمين وبغير يطيح النظام وشي دخلوا في شعبان مع رمضان ما فهمتش هش هات تخرب أيقاد اللي احنا فيه ما فهمتش هاد الحكومة فين غادب هاد البلاد ما فهمتش كيفاش بأريحية راح نكنتحورو جيوغدال لسي من الجيال اللي احنا غنقولو اللي احنا غنديرو وش هاد حكومة هاد هاد مصيبة في تاريخ المملكة المغربية ما عمر شي حكومة اقتارضات خذات الكريديات من المنظمات الدولية البنك الدولية وغيره 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 والصندوق الدولي واللي بغينا باش هما يتغنو الحكومة كتاخد الكريديات تغرقات المغرب كريديات المغرب غرق غرق كريديات وما عرفش كيفش غدي خرج راسو ولكن يشكون تافع من هاد الكريديات وهما اعضاء الحكومة كتلقى اخ النوش شاد المحروقات شاد الغاز شاد الهواء شوفوا معايا هاد الفيديو ديال موقع مغرب تايمز نقول لالسي أخنوش كما قلت لك عدنا ثلاثة النوقات اللي هما أساسية اللي ما غاداش نتخلو عليها عد ندخلو الأقصام ونديروا ديك ساعة النية لأنه النية سنوات وحنا كنديروها وسنوات وحنا كنخدموه وحنا ساكتين أنا الأوان من اللي محترم تشل أستاذ أنه أنه نزع لتلاثة ديال النوقات الأساسية ومستعدين أننا ندخلوا القسم سياسي أخنوش للأسف أنت ماشي إنسان ديال النية الشعب المغربي كامل دار معك النية ووصلنا لواحد المستوى ديالنه حتى قطاع مغاديم زيان إذا نسيا أخنوش سيقلب على الموارد وراء عارفة فين كينة عن صحابه رجال أعمال إحنا بالنسبة لغاوش نرجعوا الأقصام نديروا النية ربما النية كينة والنية موجودة ولكن الإشكال بغينا أمور اللي هي منطقية بغينا أمور اللي في الواقع كان على السيد رئيس الحكومة أو الوزارة اللي يتدخلوه أنهم يعطونا أمور إجرائية النية ما غدتخلينيش أن نمشي بهالسوق النية ما تخلينيش أنني نمشي مثلا أنني نخلص مثلا أشياء النية ما تخلينيش أنني يعني نحقق واحد مجموعة ديال المطارب ديالي واشو واحدة عيباد لعندو خبس ألاف درهم ممكن أنه يدير معك النية كي يقول لك أنا أمشي فيها رقع جميع الأساتدة لا تقى التقة البنية بداية على الاستجابة الفورية لمطالب الأساتدة هذه التقة الأولى التي نؤمن بها أما ما عدا ذلك فلا تقى فلا رجوع ونحن صامدون حتى تحقيق المطالب نعم هذه نسميها لعبة ومصرحية حسن النية نحن جربنا الدولة وجربنا هذه الوزارة في كثير من الأمور بحسن نيتنا لكن للأسف دائما نجد بأنه وطكتيك سياسي من أجل تشتيتي وحدتنا هذه كلمة ديالني ياخدنا من عند الرقراجي ما غادش نديره لها إسقاطات على بعض الناس اللي تعرفوا في المسيرة ديالهم من قبل عبر السنوات تعرفوا بالخداء ديالهم بالمراوغة بعدها بالحقيقة الشعب المغربي فاقوا عاقما بقتوا حتى الشمس ما كانت تغطاش بالغربال وبالنسبة لأخنوش يقول لي بغى أخنوش التاريخ دياله الأسود يشهدوا عليه حنا ما كان ديروش نية ولا يجيب أن يستعر هذا الرجل السياسي يستعر بعض الشعارات من المجل ونحنا كان عرفوا المصدر ديال هذا ديرو النية الأخنوش له صوابق وملفات على مستوى الميزانيات على مستوى الوعود التي أعطاها على مستوى الانتخاب في ناول وعد دياله في البرنامج الانتخابي ديال الفين وخمسمية درهم اللي غيضيفها للموظفين ديال القطاع ديال الوزارة التربية الوطنية وفي ناول وعد أخرى فما غنديروش النية حتى التحقق المطالب ديالنا وديك ساعة نشاء الله نرجعون أقصى وغنزيدو نكبروها الدنيا مشي غنديرو نزيدو نكبرو إن شاء الله حبا في هذا الوطن وحبا في أبناء هذا الوطن القطاع ديال التعليم العمومي ما كيش الفلوس غننقصوا من الدفاع شي شوية ما نشريوا شوية طنوقة وشي هذا وغننقصوا رغننوفروا وغنزيدو بهذا القطاع اللي قدام اليوم كان علن التضامن ديالي مع الأساتيدة أتأسف أن ولاد الشعب 8 مليون ما كيقراوش مصيبة ولكن إذا اقتضى الحال حنا كمغاربة نساندو الأساتيدة ونضغطو على هد الحكومة هذي للاستجابة مشي لكل شي المتطلبة لأن حتم نقريت النظام الأساتيدة كيش يحويش للأساتيدة زادوا فيهم واحد شوية ولكن الأغلبية المطالب رح مش روعة والأستاد قصو يتخلص بحاله بحال البوليسي بحال شي واحد في الداخلية شي واحد في الادستي شي واحد رح من نفس الأهمية الأستاد هو اللي غادي بني الأجيال المقبلة لهذه البلاد هذه رح الأستاد يلأخدم مرتاح رح المغرب كله بيخير وعلى أخير لأن دك تلميذ غادي يعطيه وغادي يتقون وغادي يكون شي حاجة ما ندويوش غير على المطالب دي الأساتيدة غندويو على التعليم العمومي كله على التعليم تعليم عامة تالخصوصي لأنه عنا التعليم فاشل ماشي غير في السواع ولا في الخلصة فاشل النظام دي التعليم دي أنه فاشل كان دكو كان حفظو وما كان دك التلاميذ ما كي يعطيش غير كي حفظ غير كي حفظ مسكين ومقهور وزادوا قهرون هات السنوات الأخيرة بالسواع ودك العائلات وكي أنا كنسميه عماشي السواع دك النصب والاحتيال على المواطن المغرب أستاذ كي قرره هنا وخصو هو يزيد للسواع ولا ما غادش يعطيه نقاط مزيانين وخص هدا وش فرصكم بأن السواع كين اللي وصلوا لخمسمائة وستمائة درهم الساعة نجلو نجلو ولا كي شغنديرو أشغنديرو كي غنديرو تقرر ولداتنا النقلو غير من دول أوروبية ولشمال أوروبا ولأميريق نقلو غير السيستم ديال وحنا غننقلو حنا منجدادو منديرو التحاجة ها قطار جات غا مبعد مننا ها الإمارات جات مبعد مننا سيروا السعودية شوفوا كي ديارة قريتوا بسيروا الكويت كيف يشدو كل الناس كي يصنعوا رجالات الغد ديالهم وحنا المغرب عنا واحد الفئة هي اللي كتصنع رجالات ها الغد وكتتوجدو ولدها هو اللي غيكون هو اللي غي يدير وهذا رغم نتكلم عليه مرة أخرى باش تفهموش يحويش خطيرين عنا في المغرب ونبعدو على الإضرابات ديال الأساتيدة وش تترتيب ديالنا العالمي من التعليم العمومي وحنا من الأواخر والأخرين حنا يا وستعرفوا بينا فلسطين عندهم الحرب حسن منا فلسطين تعليم العمومي ديالهم حسن منا حنا يا واه ولكن الأخطر في هاتشي كامل أن كاتجينة جريدة إلكترونية إخبارية تابعة للإمارات العربية المتحدة وكتلصق هاد الإضرابات ديال الأساتيدة على أن كي نشي جيها هي لدفع الأساتيدة وبغى طيح النظام المغربي بغى طيح النظام المغربي هاد الجريدة درت المقال ديالها عنوان إسقاط النظام بالتعليم وكل شي سكت والمقال داز مرور الكرام هذا من المفروض ما نسكتوش عليه من المفروض الأساتيدة والتنسيقية ديالهم بدير واحد البيان ستين كاري إحنا ما طالبنا اجتماعية أولا ثانيا نبغينا تحسين التعليم العمومي هالأهدف ديالنا إحنا نرى ما ندفع نتشي واحد وإحنا ما مرانا تشي جيها وإحنا ما كيش جيها اللي كتلعب بنا لإسقاط النظام المغربي هذا لا بالج زي ما ندور ندور ونقول أش واقع في المغرب شن واقع وتانيا ندور ندور ونقول الإمارات العربية المتحدة أش كتخرب بقعنا في المغرب أش بغات لأن هاد الموقع راتاب عليها باش كل شي المواقع وكل شي جرائد تشيوح مكتب إلا هي وتخرجين هاد المقال بأن إسقاط النظام بالتعليم هو الله يدير شي تاوي الخير وأنا براسي كانت من من الأساتذة فإلا كانت شي خرجة مقبلة تكون شي رسالة قوية لهذا الموقع والناس اللي وراه والناس للعالم كله وأنا قلت لكم في الوود الفيديو أن إلا كانت عنا مئة آلف ولحتى مليون أستاذ هتلقى هماللولين حماة هذا النظام وحماة الملاكية وحماة هاد الوطن ويجي واحد يقولنا إسقاط هذا بحلة ومارة تلكموندي وبواحد القادية عاوتين غنفكركم فيها واش عقلته على البلوكاج الحكومي اللي كان دار أخنش البن كيران غير ضد فيه باش يطيح الحكومة دي البن كيران ومطاحتش واش حال هو مجرجره مرمده ايوه جاب لها الله تاهوه هالإضرابات هالحكومة مزعترة عليها البلاد كلها واقفة وحنا مزعترة علينا ماشي غير في دبا كان دي وغير للتعليم ارا اقتصاديا ارا اجتماعيا ارا غير الله يحفظ بحي لقالسين فوق فوهات بوركان خاس غير ديك شي حاجة اللي غاد ديكلون شيها وما غاد تعرفين تشد واش غاد تشد فاس ولا فوجدا ولا في الدار بيضاء ولا في مكناس ولا في قادير ولا ملي غاد تشد رجال الامن ولا هنسميهم انا قوات الامن عياو انا نقولها لكم عياو لان هما شو دا بغير البوليس ولا القوات المساعدة وقت ما كانت شي وقفة احتجاجية وقت ما كانت شي مسيرة وقت ما سيرو هنا سيرو هنا سيرو هنا حتى ديكل اوقات اللي غاد يرتاحوا فيهم ويرجع النهار فلاني ما بقاش كي ضوبلو ما كان غير ضوبلاج في الخدمة ديالهم وهات شي راح المغرب راح ما زال مهني هذا بغير غير تشاش صغير يعني حتى نفسانيا قوات الامن وهاتي غادي يكونوا عارفين وتقارير كينا غا تكون ديال لا دايستي وديال البوليس وديال بأنه راح هاد الناس هادو نفسانيا وهذا راح هقدامي كأنه كوم في الوقت اللي خاس يكونوا احزاب سياسية خاس يكون معارضة خاس يكونوا نقابات خاس الناس ودي ما غنظور أن الدولة قتلت الأحزاب أن الدولة قتلت النقابات أن الأحزاب الأنانية ديال الرؤساء واللي كيسيروهم كل واحد شد في الكرسي دياله كل واحد ما بغاش يتقلع دار ديك كولا سبيسيال ما خلاش الشباب يطلعوا ويصلحوا وش كين ما يتصلح كل حزب قلس فيه واحد هدي عشرين عام ثلاثين عام ما بغاش يتقلع حتى خواهم المحتموه ديالهم لو دابة تخرجوا الشارع وتسولوا الناس تقولوا لهم وش كتتقوا في الأحزاب السياسية كوش غير يقولك الله وانا اللول هادل الحكومة هادي الأحرار الاستقلال والبام نخرجوا دابة ونسولوا الناس وقولوا لهم وش كتتتقوا في الحزاب الحكومة الجية يقولك الله ما نتقوش فيهم وهبي وفضايحو أخنوش كاريتا منبود يلا الله يدير شي تاويل الخير ورسالتي كل التضامن مع الأساتي دا وعفاكم هادي واحد رسالتي متواضعة من مواطن بسيط رضا التوجني هادي اسقاط النظام بالتعليم اللي جريدة كتقول هي الأولى وطنيا ما خصاش دوز مروا الكرام ما خصاش دوز مروا الكرام زا ما غادي تديروا واحد شي حاجة اللي خطيرة وادعو الشعب المغربي لمساندة الأساتي دا علش الله نخرجوا معهم مرة جاية نخرجوا سلميا حضاريا ونضغطوا على الحكومة ما كان قولش كل شي المطالب ولكن على الأقل كان شي حويش اللي هما مقبولين شي حويش اللي مشروعة مقبولين علش الله لأن الحكومة دينا رمى من مدارب أحسبها ولداتهم رمى في الخارج ولداتهم رمى في المدارس العليا ولداتهم في التعليم الخصوصي وبخير وعلى خير والشعب مسكين مزعطر عليه الله يدير شي يتاوي الخير والله يحفظنا ويحفظكم والله يصير أمورنا وأموركم وعافاكم أنا كان حلم بمغربين أفضل وكان ضن أننا 40 مليون دي المغاربة كلهم بحالي كل شي يبغي واحد مغرب واحد آخر هذا القادي دي الإسقاط النظام بالتعليم إسقاط النظام شوف العلم الله شغل يخرجون لغدى ولشنو مخصشت مرمو القرى وكانت مننا من الأساتي ده شي جواب يكون كي زعزع شي جواب كي زعزع تبارك الله عليكم وإن شاء الله خير شكرا للمشاهدة